السلام عليكم ورحمة الله معكم زيد من قناة كهربجي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة الجيمات اليوم رح ناخذ الأسئلة من سؤال 21 لسؤال 25 شاء الله تستفيدوا اشتركوا معنا بالقناة كبسة صغيرة منك رح تفيدني أنا ومش رح تخسرك إشي ويلا نبلش بالسؤال رقم 21 بحكي لي أنه في يوم الساحة وفي يوم اللعب لمدرسة كل طالب تنافس ب معناته عندي عدد بساوي واخذ نقاط اللي هي عدد رح يكون بساوي بي السكور اللي رح يجيبها بتكون بتساوي بي على إن زائد ولي هي هاي السكور فحكي لي أنه أندرو تنافس ب إفنت وحدة معناته بالنسبة لأندرو عندي إن بتساوي واحد بالنسبة لعدد النقاط اللي جابها بتساوي تسعة أما بالنسبة لجيسون فنافس بثلاثة وعدد النقاط عنده خمسة ستة سبعة فطالب مني نسبة علامة السكور تبعت أندرو على جيسون فلازم أحسب لأندرو أول إشي وأحسب لجيسون ثاني إشي وأقسم اللي بيطلع معي الجواب تبع أندرو على جيسون فباجي بيطبق اللي عندي بي على إن زائد إن بالنسبة لأندرو رح يكون عندي تسعة على واحد زائد واحد بتساوي عشرة لأندرو أما بالنسبة لجيسون بي على إن زائد إن وبتساوي خمسة وستة وسبعة طمنتاش على ثلاث زائد ثلاث ستة وبتساوي تسعة بالنسبة لجيسون معناته النسبة عندي عشرة على تسعة فإذن الجواب الصحيح عندي هو دي خلونا نشوف في السؤال رقم اثنين وعشرين بالسؤال رقم اثنين وعشرين بيحكيلي إذا في خطة عمل لشهر تسعة بتتطلب إنه فريق العمل ينتج معدل كل يوم ميتين حبة فعندي الأفرج بيساوي ميتين فبنصف الشهر الأول اللي هو أول خمسة عشر يوم من شهر تسعة أنتجه بس مية وخمسين واللي هي خلينا نسميها الأكتوال أفلج فسألني بيحكيلي إذا كملوا الشهر اللي بعدي الخمسة عشر يوم الأخيرات كم بدو يكون معدل إنتاجهم حتى يوصل إنه يكون معدل الإنتاج الكلي للشهر كامل ميتين لكل يوم عندي طريقتين للحل وحدة الصعبة ووحدة السهلة خلينا نشوف الصعبة مثلا عندي ميتين كل يوم ضرب ثلاثين بطلع الجواب عندي ستة لاف ستة لاف ناقص اللي هو خمسة عشر يوم الأولانيات ضرب الإنتاج تبعهم مية وخمسين بطلع عندي الفين وميتين وخمسين بطلع ثلاث تلاف سبعمية وخمسين بقسم هاي على خمسة عشر بطلع الجواب عندي ميتين وخمسين هاي بالنسبة للطريقة الصعبة أما بديهيا عندي الشهر عبارة عن ثلاثين يوم وهون خمسة عشر أول خمسة عشر يوم كان في عندي إنتاج مية وخمسين بدل ميتين فإذن ميتين ناقص مية وخمسين بتساوي خمسين فبدي أجمع خمسين لكل يوم على الخمسة عشر الثانيات واللي هو المفروض يكونوا ميتين فعندي ميتين زائد خمسين بصير الجواب ميتين وخمسين هيك أسهل وأسرع بما إنه الشهر اللي ما طيني عدده ثلاثين يوم لو كان الشهر مثلا غير شهر سبتمبر ممكن يكون واحد وثلاثين يوم فبدنا ننتبه لهذه الأمور وخلونا نشوف السؤال رقم ثلاثة وعشرين بالسؤال رقم ثلاثة وعشرين بيحكيلي الشركة بتبيع راديوهات بتبيع الراديو الواحد على سعر خمسة عشر دولار بيكلفهم انتاج الراديو الواحد أربع عشر دولار في حالة أنهم أنتجوا ألف راديو أما بحالة أنهم أنتجوا ألفين راديو رح تكون التكلفة عندي ثلاثتاشر دولار ونص للراديو فبسألني كم رح تكون نسبة الربح الكلي الإجمالي بزيادة لما ينتجوا ألفين عن ألف فالربح الكلي للألفين أو الربح الإجمالي للألفين ناقص الربح الإجمالي للألف رح يطلع معاي الجواب الصحيح فأول إشي بدي أعمله أرتب المعطيات عندي ألف على خمستاش بيع بتكلفة أربعطاش ألفين على سعر خمستاش بيع بتكلفة ثلاثتاش ونص باجي بضرب ألف في سعر البيع ناقص سعر التكلفة بطلع عندي الجواب ألف دولار هاي بالنسبة للمعطيات رقم واحد أما بالنسبة للثانية ألفين في سعر البيع خمستاش ناقص ثلاثتاش ونص سعر الإنتاج بطلع عندي واحد ونص في ألفين ثلاث تلاف دولار رقم اثنين أهم نقطة بهيك أسئلة إنك ما تروح وتضرب ألف ب خمستاش اللي هي خمستاش ألف ناقص أرباطاش ألف تطلع ألف بعدين تروح تضرب ألفين ب خمستاش ناقص ألف ب ثلاثتاش ونص إنهي العملية زي ما أنت شايف هون اللي هي خمستاش ناقص أرباطاش خمستاش ناقص ثلاثتاش ونص هيك بتسهل عليك وبتوفر وقت عشان تكسب أكثر وقت ممكن بالامتحان آخر إش عندي ثلاثتلاف ناقص ألف بتساوي ألف ين دولار والجواب الصحيح بيكون عندي دي تعالوا نشوف السؤال رقم أربعة وعشرين بالسؤال رقم أربعة وعشرين بحكي لي أي من الأرقام التالية بتمثل جواب موجب أول وحدة عندي ناقص ثلاثة ناقص ناقص خمسة الجواب ناقص ناقص تطلع زائد خمسة ناقص ثلاث موجب اثنين فإذن أول وحدة عندي موجب بالنسبة للثانية ناقص ثلاث في ناقص خمسة بتساوي موجب خمستاش فإذن كمان موجبة واللي هي رقم اثنين بالنسبة للرقم ثلاث ناقص خمسة ناقص 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 ثلاث واللي هي ناقص بناقص موجب ثلاثة بتطلع ناقص اثنين بالسالب رقم ثلاث باجي بدور على الأجوبة بطلع عندي الجواب هو دي لازم نذكر معلومة عشان نذكر فيها الأولوية دايما للقسمة بعدين للضرب بعدين للطرح بعدين للجمع هذا السؤال بس عشان يتأكد أنك بتعرف الأولويات بين العمليات الحسابية وتعالوا نشوف السؤال رقم 25 بسؤال رقم 25 بحكيلي إذا كانت X على 4 أكثر ب2 من X على 8 فكم قيمة X ومعطيني الخيارات 4 8 16 32 64 64 أهم بهاي النوعية من الأسئلة أني أعرف أترجم الحكي وأعمل منه أرقام ومعادلات فبحكيلي X على 4 بتساوي 2 زيادة عن X على 8 لو حطيت الـ 2 على هاي الجهة راحت عليك وخسرت السؤال ثاني شي بتفرج على كيف أني بأسهل طريقة أخلص من المقامات أسهل طريقة أني أضرب بهاي الجهة بثمانية وأضرب بهاي الجهة بثمانية هيك راح أطير كل المقامات اللي موجودة معي فرح يطلع عندي ثمانية X على 4 بتساوي 16 زائد 16 X على 8 من هون بطلع عندي 2 X بتساوي 16 زائد X بتجيب X للجهة الثانية بصير عندي X بتساوي 16 وهيك بيكون طلعت الجواب الصحيح واللي هو الجواب C بيكون الحل والجواب هيك بنكون خلصنا حلقة اليوم شتركوا معنا بالقناة فعلوا زر الجرس تركونا تعليق إذا مش فاهم إشي أو عندك أي استفسار تركت بلي وإن شاء الله رح أرد عليك بأسرع وقت ممكن كان معاكم زيد من قناة كهربجي سلسلة الجيمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته